اشتركوا في القناة الأعيان دعنا نقول البطالة ما بينقسين أيضا هذا موضوع على غاية من الأهمية. أسعد الله صباحك معليك. صباح الخير يا مرحب أهلا وسهلا فيك محاور عديدة يعني بدنا نحاول نعرج عليها بشكل سريع حتى نكسب الوقت ونستثمر وجودك معنا معليك اليوم خلينا نبدأ بمهام هذه اللجنة اللجنة الاجتماعية والعمل في مجلس الأعيان شو المهام حسب النظام الداخلي بداية صباح الخير للكو صباح الخير للوطن الجميل ونحمد الله سبحانه وتعالى لنعمة الأمطار اللي عمت وطننا الغالي واللي منعيش بنعمة الأمن والأمان والحمد لله هذا الموضوع اللي أثرته اليوم بهذا الصباح في غاية الأهمية لجنة العمل اللي لي الشرف أن أكون رئيس لهذه اللجنة في مجلس الأعيان بموجب النظام الداخلي لها عدة مهام من مهامها دراسة كافة القوانين والاقتراحات والأنظمة المتعلقة بالعمال والاتحادات العمالية والنقابات العمالية بالإضافة إلى دراسة القوانين التي تحال إلينا من مجلس النواب تأتي من الحكومة إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الأعيان تبدأ بقناة لجنة العمل فيما يتعلق بسناديق المعون الوطني فيما يتعلق باتحادات بالجمعيات الخيرية فيما يتعلق بكافة هذه الأمور دور النجنة ومهامها كبيرة جدا في هذه الموضوع ولا سيما كما أشرت أن موضوع العمالي وما أشار أخي الفاضل لموضوع البطالة هي من أهم المواضيع اللي الآن وهي الهاجس الأول والأخير لسيدي صاحب الجلالة في هذا الموضوع بالذات عندما يقوم بزياراته الميدانية والتقاء بأبناء شعبه في كافة المواقع الهاجس الوحيد تبعه هو الوضع الاقتصادي والوضع الاقتصادي اللي من خلاله عملية البطالة وعملية أن يعيش الإنسان حياة حرة كريمة في هذا البلد الموضوع اللجنة هاي اجتماعات باستمرار دوري كمان فيه هناك ما يتعلق بالشكاوي التي تأتي إلى مجلس الأيان تنظر هذه اللجنة بشكاوي المواطنين فيما يتعلق بجونة عدة شكاوي ناس عاطين على العمل اللي بيحمل شهادة الدكتوراه واللي بيحمل شهادة الماجستير واللي بيحمل صيدلي واللي طبيب عاطلين عن العمل بفتشوا على فرص عمل في هذا البلد واللي المفروض هاي التخصصات تكون يعني بالضبط وهذا حقهم بالدستور يعني بالدستور على الدولة أن تؤمن الوظائف لأبناء هذا الشعب سيدتي هذا الموضوع يعني بحاجة إلى حلقات طويلة للبحث في هذا الموضوع بالدات البطالة هو بعبع وهو غول وهو قنبل موجودة وليس بجديد علينا ولكن بدنا نأخذ الموضوع بثلاث جوانب الجانب الأول جانب المواطن الأردني الذي يسعى إلى العمل والجانب الثاني المواطن الأردني وهو رب العمل والجانب الثالث الحكومة ومراقبتها للأداءين هون أو هون هذا المواضيع الثلاثي يجب أن نأخذها مجتمعة مع بعضها البعض المواطن الأردني الذي يبحث عن عمل نحن في عندنا فرص عمل كبيرة جدا متوفرة بالبلد وإذا باجي أنا بسأل بلاقي أكثر من ستمائة سبعمائة ألف وافد عمالهم بعملوا في هذا البلد إلى مليون ممكن والآن عمالهم منطلوب من الأردن أن نوفر فرص عمل لأخواننا وأشقائنا السوريين هذا جانب يعني أنا في عندي كمان لما براجع ديوان الخدمة البدنية أجد أن هناك أكثر من ثلاثمائة ألف طالب عمل وأصبح الآن الديوان بشمل الوظائف الفئة الثالثة والفئة الثانية والفئة الأولى والكل من خلاله فهناك من يتقدم الدور أنا بقول فيه معالجة مشكلة البطالة ولو جزء من مشكلة البطالة ليس على الحكومة فحسب ولكن القطاع الخاص له دور كبير جدا هون يأتي دور المواطن الذي يسعى إلى العمل أول شيء يجب أن لا يترفع أنه أنا والله هذه الوظيفة ما بشتغل بيها وهذه ما بديها لا يا أبا بدك تشتغل إذا ما دام أنه هذا لازم أن تشتغل أشكرك معليك قبل الانتقال إلى النقطة الثانية هذا موضوع الغيم لهم وللأمانة هذا هو الهاجس ممكن العودة إلى حديثك إذا تحدثنا عن موضوع العزوف عن مهن كثيرة ومتوفرة وعديدة لا نريد أن نلقي باللوم على أنه في عمال وافدة لدينا أن نلوم أنفسنا نتحدث بمكاشفة وصراحة حقيقة القطاع الإنشاءات القطاع الفندقة السياحي قطاع الزراعة العمال الوافدي يعني تشتاح هذه القطاعات صحيح صحيح يا سيدي إلى وقت قريب جدا كان فيه هناك ما يسمى بثقافة العين فكان مواطن يا أخي أنا ما بشتغل صنايعي هذا بلشت هاي تتلاشى رويدا رويدا وبلشوا صار فيه وعي عند شبابنا أنه يا بأ أنا أنا بدي أشتغل بهذا الشغل وهذا ولكن أنا لما قلت لك أنه في ثلاث جهات في هذا الموضوع الجهة الثانية هي رب العمل على رب العمل أنا يراعي لأنه مواطننا الأردني كرامته بالدرجة الأولى يعني الوافد عنده استعداد أن يعمل بدل ثمان ساعات وهو قانون العمل والعمال عندنا ثمان ساعة وفي حد أدنى للأجور أنا لما بعطي مواطن الأردني لحد الأدنى للأجور ويعمل ثمان ساعات ترى بشتغل فش حدا بقول ما بديش أنا يوميا براجعني بين تلفون وبين مقابل شخصية أكثر من خمسين ستين واحد يبحثوا عن عمل وبطلبوا بقول على استعداد أنا جامعوا بقول على استعداد أني أشتغل لذا وين المشكلة؟ المشكلة أنا بقول لك في رب العمل مرات إلى دور وبالحكومة والرقابة على هذا الموضوع إلى دور ثاني لهذا السبب طلبنا في يوم الأيام عندما استدعينا وزير العمل أن نقيد بعض من هذه المهن الموجودة يعني أنا اتفاجأت ذاك أنني رحت بأحد المطاعم وجدت كل الشباب اللي بيشتغلوا فيه أردني قدير راتبك يا أبا 270 دينار الأردني لما بتعطيه راتب حد أدنى من الأجور وبتعطيه كرامته بالعمل مش والله لما بيجي هسا لأن تعود رب العمل أنه بعنيه شغل واحد سوري أو وافد بدي أقول بديش أسمي بدي شغل واحد وافد بقيه 150 ليرة وبتجبر فيه عشر ساعات يشتغل هاي كمان مشكلة هذا ما بيقبل المواطن الأردن بس هذا ظلم كمان هذا ظلم 100% طلبنا أحنا استغلال استغلال حاجته أنه أنا بسيرة حكة زي ما صار قبل فترة صار بالكيو آي زيد وروحنا بالزمنات قبل كنت في مجلس النواب رحنا بزيارة للمناطق الصناعية والمناطق التنموية اللي بيها لكيو آي زيد داي وجدنا أنه رواتبهم بقيلة جدا ما بتتجاوز 70 دينار البنت كانت تأخذ وكانوا يخوفوهم أو تحكوا ولم نفسلكوا ثاني يوم ولا يوجد اشتراكات لا بضمان اجتماعي ولا تأمين صحيحي ولا اشتراك ولا إش ما فيش مستقبل هون أنا بقول دور الحكومة أن تراقب في هذا الموضوع والدور الآخر أن توفر فرص عمل أنا بقول بالحكومة أنا ما بطالب أنا ما فيش يعني أصبح القطاع العام فل أنا بقول القطاع الخاص في قانون قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمان أنا بديش أحط كمان كل اللوم على القطاع الخاص في هناك أمور كثيرة يجب والعدالة بين المرأة والرجل كمان والمساواة في الأجور وفي ساعات العام أنا ما بديش بالضبط هاي كمان في نقطة مهمة جدا المرأة نصف المجتمع منقدرش نحن كمان عرفتك النقطة كمان اللي حبيت أني أشير إلها أنه كمان القطاع الخاص أنا إذا بدي أشجعه أنا إذا بشوف مؤسسي عمالها بتشغل أيدي عاملي أردنية عندي أنا بساعدها بعملية الإعفاءات من الضريبة الإعفاءات من أمور كير ممكن أني أنا أقول بتشجيعها وأشجع قانون المشاركة بين القطاع والعام والخاص وهذا دائما وأبدا بشير إله جلالة الملك يعني أنا العمالي في هذا البلد بحاجة بس إلى شوية ترتيب ما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص والعامل وأنا بقول لمواطننا الأردني وبناشدوا من خلال هذا التلفزيون من خلال هذا الشاشة اللي منأتز ومنفتخر فيها بناشدوا أن العمل معيب يا أبا أنت العيب أنك تمد إيدك للناس العيب أنك كشب في بيتك تمد إيدك لأبوك وتقول يا أبا أعطيني ليرتين حق بكية دخان معيب اطلع اشتغل وين ما كان وبتشتغل فرص العمل المتوقفين أنا بقول عن نفسي أنا الآن وصلت إلى نائب رئيس وزراء وصرت وزير ثمن أو تسع حكومات بدأت حياتي لما حالفني الحظ بالتوجيه في عام السبعة وستين قد رحت اشتغل تعامل في البريد براتب 15 دينار بس كانوا الـ 15 دينار المهم من حيث المبدأ لكن الآن حلينا واقعين مع عليك الآن حتى 250 و300 و500 دينار بيفتحوا بيت بزوجوا شاب يستي هم ما بيفتحوا بصرفوا على مدارس وعلى تعليم وعلى صحة أنا معك أنا معك إحنا إذا أردت أن تطاع فأطلب المستطاع الآن هذا مستوى الدخل اللي موجود عندي في هذا البلد والحمد لله أنا بطلب من الله أنه ربنا يتمم علينا كما نحن يعني ما بدلاش نطلب إشي أكثر من هيك أنا معك إنه هاي ما بتكفي الآن ولكن بدل ما أظل قاعد بالبيت ما أنا بجيوا براجعوني إذا بيأخذ شو ميتين لا ربدي نساوي يا بابا دامت قاعد بالبيت اشتغل هالميتين ما هو زي ما بقول المثل ما هو الميتين ما هو الميتين بصفي بيدفعهم مواصلات ما هو أنا بدي أحسبها كمان صح إذا أنا بدي أدفعهم مواصلات زيادة من جيبتهم مش جايبهم هلأ يقعد في البيت أوفر لا ما أقول لك شغلي يعني كمان إذا بدنا ننظرها إحنا من هذه الزاوية ما حدا بيشتغل بيظل كل واحد بدار وإحنا الحدي أنا أنا بفكر معك بواقعي يا ستي أنا معك أنا واقعي معك كمان أنا بدي أحكي أحلام رومانسية كويس أنا في عندي وافدين هون بيطلع بالشهر ستمائة وسبعمائة لا يومية إذا بدنا نحكي بهذا الموضوع بيشتغل شغلتين وثلاث لأنه بيشتغل أكثر من شغل ما عليك نستثمر الدقائق أيضا في منظومة مهمة جدا بجوز مع الرجل عليها لكن نعول عليها كثيرا وللأمان أنا تحدثت قبل قليل بأحد الفقرات أنه في نهضة بوزارة التربية والتعليم موضوع مدخلات ومخرجات العملية التربوية والتعليمية أي كارثي إذا بدك تحكي فيها بدك حلقة كاملة أكيد هذه حلقات لا لا هذه كارثي أول شيء عم بتخرج باعتراف وزير التربية والتعليم أنه عم بتخرجوا عندنا عوام كثرة الجامعات في هذا البلد مصيبي أصبح العلم في هذا البلد تجارة أصبحت الجامعة آخر السنة يتحقق ربح وخسارة وهذا أمره ما صار بالتعليم إطلاقا لا الطب ولا التعليم فيه تجارة وتحقيق ربح وخسارة أقل محافظة فيها جامعتين وثلاث ساوي استثمار بشغلات ثانية مش بالعلم والتعليم وهي أكبر كارثة عندنا في الأردن كفيني ثلاث جامعات بزيادة لهذا السبب أصبح عندي مخرجات التعليم عمالها بتزيد وعمالهم بطالبوا من الحكومة أنهم يشتغلوا وما فيش فرص عمل عادة عن تخصصات الراكدة والغير مطروقة معلم صفهم معلم مجالنا شو بدي بيهم أنا هذولا لما أساوي تخصصات بهذه الطريقة يعني فيه شغلات هذا موضوع اتفك معي هذا المحور على غير أهمية بدتوا بحث طويل الشغلة الأساسية اللي أركز عليها في هذه الحلقة لشابنا الأردني أنه يابا الشغل موعيب يشتغل وبنفس الوقت لرب العمل أنه راعي أنه هذا أردني بده يشتغل يعطيه كرامته يعطيه حقه يعطيه الحد الأدنى من الأجور وبطلب من الحكومة زيادة زي ما تفضلتي زيادة الحد الأدنى من الأجور أن يصل إلى 350 دينار حتى يستطيع أنه يلبي حاجاته حاجات بيته لهذا المواطن الأردني وبطلب من الحكومة الرقابة على القطاع الخاص في موضوع متابعة هذه الأمور كما بطالب من وزير العمل أن يحدد ما هي الوظائف يقيد أنا عنده أمال الكازيات أمال المصانع أمال المصانع بحصرها أنا بخليها خاصة بالأردنيين أحلال العمال الأردنيين بخليها خاصة بالأردنيين والعمال الثاني للأردنيين ما بيقدر يقوم فيها وما هذا فلتكون للوافدين أنا بدي أشكرك أنا حبيت نعرج ويكون فيه إسهاب ولقاش لأنه البطالة كارثة نحن نرى حتى اللي بيصيروا بلتحقوا بجماعات متطرفة السبب لو بحثنا مضبوط بيكون السبب الرئيسي والبطالة أنا عم بدفعوا لهيك إشي إذا ما بغفروا فرصة العمل بدفعوا لأنه في ناس جاهزين للتلقف ويتلقفوا من هون ومن هون انتشار المخدرات اللي عم بيصير شو سببتها؟ بطالة على فكرة يعني أول شي بيدربوه بيجيبوه بيجيبوه بيصيروا يعطيه مساري لما بهذا وببلشوا بعدين شوي شوي دربوا عليه بعدين بيطار للوهل الأولى هذا الموضوع كان ينسحب على الأغنياء إنه من زود البطر مثل ما بقوله الآن النسبة أقل سارت على الفقر ببا لأنه وقت الفراغ يعني بولد وفي طاقة عند الشباب حتى العنف اللي في الجامعات أسبابه وقت طويل بأضو ما عندهم محاضرات ما فيه بوقت فراغ لا يستثمر بشكل جيد فإحنا يعني بنحييكم يعطيكم ألف عافية باللجنة وشكرين حضورك مع لي مع لي توفيق كريشان رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان شكرا لوجودك معكم شكرا إليه الله أحاول عافية وعلى هذه الإضاءة من خلالك مع الموضوع يعني بحاجة إلى حلقات وحلقات حبتنا نذهب لي